لن ينقذ الشيعة من مستنقع الأخباريين المليء بالغلوب والخرافة والأساطير والتطرف الديني الطائفي إلا الاجتهاد والمجتهدون كتب إلي أحد الأخوة باسم بشير عبد ينتقدني يقول أنت لا تستطيع أن تفهم القرآن يعني معدل أخباريين فقط يفهمون القرآن وأي واحد غيرهم ما يقدر يفهم القرآن ويهاجم هذا الأخ بشير عبد الأخباري يهاجم ألم الرجال يقول هل تستطيع أن تثبت لي كتب ألم الرجال عن الشيعية وحاكك لا تستطيع لأنك إذا عرفت الحقيقة والمنهج الذي تبعته في روايات الولادة فإن نفس المنهج يسقط كتب الرجال الذي تسموه أنتم وهو ليس بعلم وإنما جهد فهل لك القدرة أن تثبت لنا كتب الرجال وأنها كتب رجالية فعلا لماذا يهاجم الأخباريون المرجال؟ لأن لديهم كمية كبيرة من التراث الدخيل المغالي المتطرف الخرافي الأسطوري المؤول لقرآن تأويلا تعسفيا وكل منسوق طبعا إلى عامة أهل البيت إلى المؤمن باكر والصادق وغيره وهؤلاء الأخباريون يقولون ومن ذلك من أشياء التي يضمنها التراث الأخباري مثلا تحريف القرآن أن القرآن محرف والقرآن الصحيح موجود عند أهل البيت وأحد لا يستطيع أن يفهم القرآن إلا أهل البيت وعبر أهل البيت ويضربنا مثل الأخ مثلا يقول فأين أنت عن هذه الآيات؟ أني جعلهم في الأرض خليفة أئمة يهدون بأمرنا لكل قوم هاد مثلا هذه آيات قرآنية يؤولها الأخباريون بناء على أحاديث واردة عن أهل البيت بأن الخليفة يعني الإمام والأئمة يهدون بأمرنا عن الأئمة لكل قوم هاد يعني لكل جماعة أئمة هادئة اللي هو إمام مثلا في الحقيقة يعني منذ أكثر من ألف عام الشيعة وعوا على هذا التراث الأخباري الموجود في كتاب الكافي مثلا هذا هو مليء وهم الأخباريون يتشبثون بهذا الكتاب كثيرا ويقولون عنه أنه الإمام مهدي قال عن هذا الكتاب الكافي كافي لشيعتنا مثل أيها القاضي بكم قد عزلناك فكم حسب القافية يعني هنا أيضا الجماعة حسب القافي الكافي كافي لشيعتنا العلماء الشيعة الذين أسسوا الفرقة الاثنى عشرية في الكرن الرابع الخامس الهجري بدأوا يشكون بهذا التراث بحديث الكافي وغير الكافي وبدأوا يعني يحاولون التأكد من الروايات وأسسوا علما أطلقوا عليه اسم علم الرجال اللي هو معناه تعلم التحقق من الروايات أنه هذا الراوي منه لدير الرواية هذه أول شي لازم نعرف الرواي حتى إحنا نقدر ناخذ الرواية عن أئمة أهل البيت اللي يفصلنا عنه مثلا مية مئتين تلاثمئة سنة بشلون إحنا نصدق بأي وراء ويجينا وينقل لنا رواية ونأخذها كأنه هذا واحد منزل طبعا هذا التراث التراث الأخباري موجود في نظريات الإمام الإلهية موجود في الولايات التكوينية الإئمة خلقوا الكون الإئمة ديرون الكون الإئمة الله خلقهم هم خلقوا العالم فيه أشياء نظريات مع حركات مغالية كثيرة المفضلية الخطابية المغيرية البشيرية عشر حركات مغالية كانت في القرن الثاني والثالث في زمان الإمام نهي البيت عشر حركات منهم السبائية مثلا في زمانه عمالي فعلماء الشيعة مشايخ الطائفة يعني قالوا لا يجوز نأخذ كل هذا التراث يجب أن ننخله ونصفيه وننقيه ونشذبه ونهذبه حتى يمكن نأخذ فنشأ التيار الأصولي والتيار الاجتهادي والمجتهدون بدأوا أول شيء قبل ألف سنة رفضوا هذه الروايات ما التحليف القرآن الشيخ الصدوق مثلا وشيخ الطوسي وغيره قالوا هذه الروايات كلها ممقبولة ما نقبل بها لأنه تتنافى مع القرآن وإحنا ما يمكن إذا شككنا بالقرآن بعد ما يبقى عندنا شيء نرجع إلى ونلجئ إليه فرفضوا هذه الأحاديث وجرت معارك خلال الأهد الصفوي أيضا جرت معارك والأهد القاجاري بعد الصفوي معارك أنيفة ربما دموية حتى بين التيار الأصولي الاجتهادي وبين الأخباريين والتيار الأخباري الحشوي الخرافي الأسطوري كذا محاولة تنزيل حتى بعض الأخباريين بالحقيقة مثل علامة المجلسي أيضا هو يعني قيم أحاديث الكافي وكان فقط ألفين حديث صحيحة في هذا الكافي وستعش ألف حديث أفواً 9500 حديث مو صحيح ولا تزال مسيرة الشيعة التصحية هي تواصل تواصل العمل من أجل تشديب هذا التاريخ هذا التراث ولكن في الحقيقة رغم يعني نجاح الخط الأصولي أو الفكر الأصولي الاجتهادي اللي يحقق ويبحث ويدكق ومو يأخذ الروايات والأحاديث هكذا إلا أنه لا تزال يعني هناك فجوة كبيرة في هذا المجال لأنه العلماء من 200-300 سنة علماء الأصوليون اجتهدوا في روايات الحلال والحرام كما يقولون اجتهدوا في الطهارة والنجاسة والوضوء والصلاة والصوم والأحاديث لم يجتهدوا في عقيدتهم لم يجتهدوا في التاريخ هنا المشكلة الآن العلماء الأصوليون وعلى رأسهم السيد الخوي اللي يعتبر زعيم الحوزة العلمية في العصر الأخير هذا ترك القرآن وراح لي الأحاديث كان أخباريا في هذا المجال فأخذ نظريات الغلات نظريات الخطابية والمفضلية اعتبرها صحيحة اللي موجودة في زيارة الجامعة مثلا أو في بعض الزيارات والأدعية هو ما بحثها لأنه راح بحث وين في الصلاة والصوم والطهارة والنجاسة والحيظة والاستحاضة في هذه الأمور الفقهية الجزئية ولم يبحث في التاريخ موضوع المهدي مثلا لم يبحث فيه الإمامة لم يبحث فيها مكانة الأئمة لم يبحث فيهم فاعتبرهم ذول الأئمة هم الله خلقهم هم خلقوا العالم كل بعدين هذا عقاية كفرية شركية صريحة ولكن مرت على كثير من ما يسمون بعلماء الأصول والمجتهدين وهم في الحقيقة لم يجتهدوا في هذه المسائل المهمة الرئيسية التي تشكل قاعدة الدين ما بحثين فيها بمكانكم تروحوا تسألون أي عالم يقولون أنت باحث في موضوع الإمامة مثلا يقول لك هذه مسلمات باحث في موضوع المهدي يقول لك هذه مسلمات مثل سلم محمد الصدر رحمة الله عليه في كتاب الموسوعة باحث إمام مهدي في المقدم وهو يقول راجع المقدمته يقول هذه أحاديث بعض ضروريات وبديهيات وواضحات وأشياء ما يحتاج أن ننتعب نفسنا حتى نبحث السند ماله ونحقق فيه وندقق فيه فش ما أكو أحاديث بالتراث قام يغرف ويحط بالكتاب ماله ما اجتهد في هذا الموضوع وهذا الاجتهاد في هذا الموضوع أهم شيء أهم من الاجتهاد بالفقه لأن الفقه يطلع مخربط بعدين إذا بني على أرض هشة وخفيفة ومو ماكنة يعني وبقية المراجع نفس الشيء صدقوني كل واحد كانت نفسه آية الله الأظمى وكذا وشوفوه لما انتجوا على أبحاثه في هذه المجالات ما عنده بحث ما محقق ما ندقق ما شيء بسرعة وعنده يروح يدرس ألم أصول ويدرس مثلا كذا ولكنه لا يحقق في عندما الرجال فالمشكلة أنه جماعتنا كلهم صارين أخباريين أخباريين خاصة في العقيدة والتاريخ شوية مشتهدين في الفقه في الفقه نعم في بعض المسائل الفقهية بعض المسائل وأيضا وغيرس كل المسائل مشتهدين محققين فهذا الأخ اللي يريد يضرب ألم الرجال لأنه يريد يغرف بهذا التراث كله كما واصل إله وكله صحيح الشيخ عبد الحليم الغزي وهذا الشيخ واثق الشمري وغيره وغيره أمثلة اللي شوفوه متطرفين ومتعصبين وعنيفين وطائفيين لماذا؟ لأنهم محتمدين على روايات خرافية وإسطورية ومو صحيحة وروايات تحصر فهم القرآن بأهل البيت أهل البيت ما موجودين الآن الروايات عنهم فهم يأخذون الروايات الواردة عنهم ويعتبروها رواياتها المسلمة وبالتالي إحنا ما نقدر نفهم القرآن إلا عن طريق الروايات الغلات الخطابية والمفضلية والمغيرية والسبائية وذول اللي يفهمون القرآن يصيرون باسم أهل البيت أهل البيت ما ما نقدر نحصلهم ما نقدر نوصل إليهم ونسألهم ونطلع هم ما كاتبين كتب حتى نراجع الكتب هذه كتب ثابتة وصحيحة ومسلمة فهنا المشكلة حركة الإصلاح الشيعية تعتمد على الاجتهاد والمجتهدين ولكن الأخباريين يحاولون الوقوف أمامها ويمنعون الناس من الاجتهاد والتحقيق وأول مفردات التحقيق ومفردات الاجتهاد ما يسمى بعلم الرجال صحيح مو كل شي مكتوب بعلم الرجال هو وحي منزل إنما على كل عالم أن يبحث ويحقق ويدكق ويدرس الروايات حتى يتأكد منها وإلا إذا نريد كل الروايات نضرب علم الرجال شي يصدر لنا يصدر لنا كل الروايات صحيحة يعني معناته بمنطق الأخباريين وبالتالي ماذا نحصل يعني ذول الأخباريين يركزون على الإمامة والأئمة زيان وين الأئمة؟ وين ألم الأئمة؟ لا موجود ولا الأئمة موجودين فبالتالي يجب أن نقف حتى بالفقه يجب أن نقف وما نستطيع أن نثبت أي شيء ما نستطيع أن نفتي بأي شيء جديد ما نستطيع أن نجتهد إجتهاد حرام عندهم الأخباريين عندهم الإجتهاد حرام لأنه في روايات الإجتهاد حرام طيب الإجتهاد حرام والتحقيق حرام والبحث حرام والألم حرام إذن ما يبقى عندك يبقى عندك الجهل والخرافة والأسطورة والغلود والكفر والشرك بالله تعالى اللي موجود بهذا التراث فهنا المشكلة الأخ بشير عبد له يراجع نفسه قليلا شوف هذا القرآن الله تاركه كأننا نقل القرآن ونحاول نفتيه من القرآن وهناك مسائل رئيسية وأساسية بالدين كيفية الصلاة كيفية الصوم هذه أشياء ثابتة ومسلمة ومتواترة وكل المسلمين مجمعين عليها ما تحتاج بحث ما تحتاج تحقيق ولكن فيما يتعلق بالنظر إلى الأئمة ومكانتهم ودورهم وكذا هذه كلها مسائل خرافية أسطورية تسربت من الغلاة إلينا ولا بد أن نعتمد منهج التحقيق والبحث حتى نستطيع أن نصل إلى الحقيقة ونعرض كل هذا التراث على القرآن الكريم على الأسف ذول الأخباريين وعلى رأسهم من يسمى بالأصولين أيضا اللي هم يعني معتقدين نفسهم أصولين بس هم أخباريين أيضا هؤلاء ابتعدوا عن القرآن وأخذوا عقائدهم من زيارة الجامعة بدل عن القرآن الكريم مع الأسف الشديد لا أريد أن أطول عليكم كثيرا إلى هنا وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله نأمل أن نحل المشكلة عبر الفيسبوك أيضا ترجمة نانسي قنقر